تائهون يطرقون أبواب الدول منفيون في الأرض بحثا عن مكان يلملمون فيه جراحاتهم وانكساراتهم هذا واقع اللاجئين والنازحين حول العالم في اليوم العالمي للاجئين أكثر من ثمانين مليون شخص موزعون ما بين سبعة وعشرين مليون لاجئ وأكثر من ثلاثة وخمسين مليون نازح داخلي سجل حتى نهاية عام 2021 وفقا لتقرير الاتجاهات العالمية السنوي والذي تصدره مفوضية شؤون اللاجئين الأممية جلهم يتركزون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أمام هذه الأرقام شهد العام الحالي تمييزا واضحا بين اللاجئين حيث اتهم الاتحاد الأوروبي بالازدواجية بالتعامل مع اللاجئين مع تسهيله دخول ملايين اللاجئين الأوكرانيين بينما بقي ينتظر غيرهم من اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان والأفارقة على أبواب أوروبا ينتظرون من يفتح لهم الأبواب هذا الوضع استثنائي في أوكرانيا وسعي الغرب لإنهاء الغزو الروسي بكل قوته لم يكن بحسب مراقبين بذات الحماسة في العديد من البلدان كسوريا مثلا وضرورة منع روسيا وإيران ونظام الأسد من تشريد ملايين السوريين وتخلف أوروبا آنذاك عن دعم الثورة السورية أو في العراق أيضا لمنع إيران وميليشياتها وأحزابها من التغول وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وما سببه الاحتلال الأمريكي والبريطاني للبلاد من تداعيات غزو جعلت ملايين العراقيين يفرون خارج البلاد والنتيجة لا يزال ملايين اللاجئين حول العالم فاقدين لمبدأ الحماية وتوفير ملاذ آمن يتركون يتجمدون على حدود الدول أو يغرقون في المتوسط حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن عمليات المراقبة الجوية التي تجريها دول أوروبية فوق البحر المتوسط لا تهدف لإنقاذ المهاجرين من خطر الغرق بل لتركهم يواجهون مصيرهم ما دامت بشرتهم ليست بيضاء أو عيونهم زرقاء وفقا لما وثقتهم منظمات حقوقية كهيومان رايتس ووتش